الجزء الثاني كابتن عصام عبد الفتاح المفروض حضرتك ضمن اللجنة الرئيسية في ملف الحكام اللي كانوا مفروض موجودين في الكاميرون خلال الفترة الأخيرة والكشف الرسمي اللي أعلنوا الاتحاد الأفريقي قبل البطولة قال إن الكابتن عصام موجود ضمن الوافد الرسمي للجنة التحكيم في هذه البطولة الكابتن عصام في مصر هنا موجود ليه؟ يعني موجود ليه في مصر؟ ليه ما رحش؟ ليه ما يقومش بدوره بمسئلياته ويشوف ملف التحكيم على الأقل؟ لو حد عايز يحرك حاجة في الكواليس يبقى أنت لك دور كراجل مصري الناس استأمنتك على هذا المكان تكون موجود عشان لو إحنا لنا حق تدافع عننا مش تجيب لنا حاجة زيادة عن حقنا إحنا مش عايزين حاجة أكتر من حقنا عايزين حقنا فبالتالي ما يكون فيه عضو مصري داخل لجنة الحكام لازم يقوم بدوره ومصرياته في هذا الموضوع كل ده بقى بعيد عن الهيستر والتعبير بتاع باكار الجسامة اللي الكل عارفه مبارياته مع الأهل ومع متخب مصر وأولى مبارياته مع مصر ونيجيريا في البطولة وعدم الرجوع للفرفة أكتر من لعبة هو وبملاكة سيمة طبعا أكتر اتنين حكام يعني عليهم جدل كبير وكلكم عارفين التاريخ خلال الفترة الأخير قبل ما اطلع الفاصل الحمد لله متخبنا المسحة سلبية وما فيش أي صحة لكل الكلام اللي تقال في الكاميرون إن فيه محمد صلاح إيجابي أو أي لعيب الحمد لله المسحة سلبية والكل سليم والكل جاهز لمباراة الكاميرون